نحن الآن من داخل إحدى المستودعات الإغاثية في الغوطة الشرقية طبعاً هنا يتم تجهيز خمسة ألاف سلة غذائية للأهالي المهجرين في الغوطة الشرقية في منطقة المرج نلتقي مع أحد المشرفين على هذه الحملة اللغاثية يعطيك العافية يا حلا وحياكم الله أول شيء نشكر إزاعاتكم الكريمة نشكر قناتكم الشريفة الله إزاعكم الخير لمشاركة أهلنا وأبنائنا في الغوطة الشرقية شو بتحكينا عن هذه الحملة الإغاثية وليش أنه هلأ أنه صارت أول شيء أعود بالنشطر رجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمين أنه في توجيهات من القائمين على هذه المؤسسة أنه يتوجه مباشرة لإغاثة أهلنا التهجر وتعرف أنت المرج وكل أحداث المرج اللي صارت في ناس كتير تهجرت أعداد كبيرة كتير فكانت توجيهات أنه نسارع بإغاثتهم إن شاء الله طيب شو الشرايح يلي عن تستاذ فواء كل المهجرين في الغوطة الشرقية ولا بس في مناطق محددة معينة والله أولا بقدر المستطاع نحن خمسة آلاف إلى ستة آلاف واجبة إن شاء الله بدون يزيده طبعا مو بس يعني سلة الغزائية وعندنا حطب عندنا ألبسة طبعا استهدفنا المهجرين استهدفنا المعاقين والأرامل والأيتام إن شاء الله يتم تحميل هذه السلة الغزائية لتوزيعها على مناطق المرج في الغوطة الشرقية انطراق سيارات الإغاثة إلى مناطق المرج في الغوطة الشرقية قبضة الشرقية طبعا طبعا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر